بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء وبانيانتي طالب الطالبات الصف الأول إعدادة إزاكم عاملين إيه؟ يارب يكونوا بخير نكملين مع بعض في ريفيجن اللي بدأناها على منهج شهر أكتوبر طبعا عشان نتحان الشهر عملنا بارت وان في ريفيجن على يونت وان يعني ما عملناش الـ 2 يونت في فيديو واحد عشان بقاش طويل العين قوي والنهاردة هنكمل ريفيجن بتاعتنا إن شاء الله إن شاء الله تبقى على يونت 2 معكم إسم الله الحمد يكون نتساوي إنجلش يلا بينا أول سؤال عندي سؤال تشوز نمبر وان بيقولي معناها مزدحم أو مشغول مندهش مروع معناها فاغر ففتح فمه يعني مهتم يعني في هذه الظاهرة الحارة الميدئن كان إيه؟ طبعا كان بصل يعني مزدحم يعني عايز يقولك الأدخنة أو العوادم اللي كانت رماضية في إيه لونها رماضي مزرق كده تصاعدت في الهواء طبعا هتبقى الإجابة معناها إيه؟ عوادم أو أدخنة كانت مصنوعة من إيه؟ اللي هو الرخام أو الزجاج الأبيض ذات استارتت الفير بستارت يبدأ ولا دريفتت ينجرف ولا جلسند يتلقلأ يلمع ولا سبورتت طبعا هتبقى ذا فاونتين وز ميت فوروم ويت ماربل ذات إيه جلسند كان بيلمع فليب وز أنويت فليب كان مدايق ها وإيه كمان؟ فراوند معناها كاشر أو عابس سمايلد تاسم لف ديلايتد لف طبعا يضحق ديلايتد مبتهج ان استيرد وحدك النظر دقى النظر هاردر إيه دمان في الرجل يبقى إيه أنويد وإيه كمان فراوند عابس مكشر إنك تتحرك بسهولة وإنسيابية إيه معناها إيه دارت دارت ولا كروز ولا دريفت ولا مينجل دارت معناها يتحرك سريعا كروز يعني إيه إزاي ما قلنا كده كروز معناها ترافل سموسلي وإن إزلي كاي هي كروز دريفت ينجرف مينجل يعني يختلط أو يمتزج to go slowly without a clear direction إزتو إيه إنك تتحرك ببط من غير إيه ما يكون عندك اتجاه محدد أوكي أو من غير ما يكون عندك اتجاه واضح يعني في الحركة إزتو إيه معناها إنك إيها كروز ولا دارت دارت يتحرك سريعا قلنا ولا دريفت ولا مينجل طبعا معناها دريفت يعني إيه يعني ينجرف دريفت يعني ينجرف to سبيرت ولا مينجل ولا سترات ولا دارت is to flow out very fast معناها إنك إيه يتضفق معناها يتضفق إيه بسرعة كبيرة طبعا إيه اللي معناها كده هي إيه سبيرت سبيرت معناها يتضفق مينجل معناها يمتزج قلنا سترات معناها يتبختر يمشي مشى فيها كبرياء كده إيه دارت يتحرك بسرعة طبعا اللي جيبها تبقى إيه سبيرت عندي بعد كده بقولي to shine and appear as if a little bit with is to إيه يعني يلمع يبرق كده ويبدو أو يظهر عليك إنه هو إيه مبتل قليلا معناها إيه معناها glisten مش كو كو معناها ده صوت الحمام هدي الحمام هس يصفر ده صوت الباب إيه وعندي إيه strut لسه قالينها من شوية قلنا إيه طب أختر يمشي بكبرياء the verb كو هس هم click expresses the sound of the door إيه اللي يعبر عن صوت الباب هس set in the shade ولا shadow ولا imagination dust dust يعني تراب imagination خيال shadow shade معناهم خيال so you don't get burned by the sun عشان ما تتحرقشي من الشمس طيب إحنا قلنا shade و shade معناهم الزل يعني sorry shade و shade معناهم ظل الفرق بينهم بصوا الفرق يعني في المعنى أو في الاستخدام shadow ظل و shade معناها ظل بس shade shadow الظل اللي أنا بشوفه الظل اللي أنا بشوفه لكن shade هو الظل اللي إحنا إيه ممكن نستظل بيه أو نجلس تحته أما أقول مثلا I saw the shadow of the tree يعني شفت ظل الشجرة لكن shade لو أقول I sat in the shade of the tree يعني جلست في ظل الشجرة فهنا بقول sit in the shade sit in the shade إجلس في ظل الظل في الظل في الماضي people use to race with horses and E يعني في الماضي الناس كانوا متعودين انهم يتسابقوا بالأحصنة والأحصنة والأحصنة اللي هي الملاكب أو العربات دي اللي بيجرها الأحصنة C أوشان ريفر كسكيد of water fell from the mountain into the river E اللي يعني سي بحر ولا أوشان محيط ريفر نهر كسكيد شلال مية بيسقط من الجبل من أعلى الجبل في ال E في النهر طبعا ده يبقى كسكيد شلال المية بيسقط من فوق من الجبل ينزل تحت في ال E في ال river الصفة اللي هي A wonderful دي هي يعني نفسها في المعنى هي هي بسلن ولا صورتل ولا elegant ولا magnificent طيب احنا قلنا الأول بسلن معناها معناها مزدحم أو مشغول صورتل معناها مندهش elegant معناها رائع بمعنى أنيق لو تبصف حاجة كده عايز تقول مثلا إيه يعني أنها شيكي يعني magnificent معناها إيه رائع دي المعنى المناسب أو نفس المعنى اللي wonderful هي magnificent the fall the fall falling falls water splashed into the pole يعني عايز يقول المياه الساقطة أو المتساقطة إيه تناثرت في في ال pole فتبقى الإجابة عندي هي ايه fall ده verb يسقط بسط منه fill falls ده طبعا لو جملة في present simple والفعل مفرد فالأجيكتف الصفة منها هي falling أضيف الفرب ing the falling water 15 why was the thief mangling لي اللص كان was the thief mangling لي اللص كان إيه بيختلط بل the tourists السياح طبعا هو كان بيختلط بالسياح كده كان كان بتدار فيه عشان محدش يعرفه أو حد ياخد باله منه ف mingle بيجمع حف جر إيه وذ يختلط بي mingle with نشوف مع بعض السؤال التي تشوز كده ده number one بيقولي when philip entered ولا entered ولا entered ولا entering the square he saw a crowd of visitors يعني عايز يقولك لما philip دخل square الميدان هو شاف إيه جمهور حجد من الزوار when philip إيه enter ولا enters ولا entered ولا entering طبعا when هجي بعدها إيه past simple when philip entered لما دخل إيه الميدان he saw هو شاف a crowd of visitors الجملة الأولى past simple والتانية إيه past simple الحدثين كان في تسلسل يعني في الأحداث هو دخل وبعدين إيه وعندين شاف الناس أو حجد من الزوار يعني الحدثين إيه ورا بعض على طول number 2 بيقولي thieves picture صورة list is or was or are or where in the newspapers a long time ago يعني عايز يقولك صورة list دي كانت موجودة في الجرايل منذ إيه مدة طويلة طبعا هيبقى past simple the thieves picture was while I watch or am watching or was watching or watched the film I fell asleep يعني عايز يقولك بينما كنت أشاهد كنت مستمر في مشاهدة الفيلم أنا إيه نمت رحت في النوم يبقى إيه while يجي بعدها إيه past continuous while I was watching what did you do or where you doing do you do are you doing at this time yesterday بيسأل على إيه على حاجة أنت كنت بتعملها في فترة محددة في الماضي خلاص يبقى باستخدم past continuous what were you doing did you use ولا used to ولا used ولا used to sleep early when you were young يعني عايز يقولك هل أنت كنت متعود أن أنت sleep early تنم بدري عندما كنت صغير فاكرين used to أما كنت أول I used to sleep early when I was young كنت معتاد أن أنام مبكرا عندما كنت صغير تعبر عن عادة كنت بعملها في الماضي مبقيتش أعملها دلوقتي في السؤال بعمل إيه بجيب did لأن used to دي ماضي فبستخدم did في السؤال و بجيب بعدها used to did you used to I made ولا took ولا had ولا did some photos بعض الصور يبقى I took of the elegant buildings للمباني الرائع عين well done أحسنت you've you have made ولا taken ولا had ولا done no mistakes عندنا اكسبريشن كده اسمه make a mistake يبقى الإجابة عندي هتبقى you've made no mistakes عشان قلنا عندنا مصطلح اسمه make a mistake يعني يرتكب خطأ يبقى هنا you've made philip no ولا knows ولا knowing that the man was a thief يعني philip عرف okay ان الراجل ده was a thief كان he كان لص يبقى philip no past تصريف التاني verb no يعرف the thief didn't want ولا wants ولا wanted ولا wanting anyone to recognize him the thief didn't want ولا wants ولا wanted ولا wanting anyone to recognize him يعني اللص ما كانش عايز اي حد يعرف okay يبقى e the thief didn't e didn't يجب بعدها الفرب في الانفيناتف على طول didn't want where they enjoy ولا enjoys ولا enjoyed ولا enjoying بصوا ادم في where where يجب بعدها الفرب e plus ing was يجب بعدها plus ing was where am is are يجب بعدهم verbi plus ing where they enjoying هل هم كانوا مستمتعين the warm weather بالطقس الدافئ what was philip's cousin sell sell or sells or selling or sold يقول لك what was philip's cousin يعني ابن عم philip كان بيبيع ماذا كان يبيا ناخد بالنا ان عند هنا الفعل المساعد was يبقى يبقى الفرب بعدها يجب plus ing الجملة سؤال فيه past continuous selling the marble fountain يعني النفورة اللي هي الزجاجية او الرخامية glisten ولا glistening ولا was glistening ولا we're glistening in the sunlight عايز يقول انها كانت تتلقل في ضوء الشمس كانت تتلقل تبقى ايه past continuous was glistening طبعا مش وير لانها مفرد ففي past continuous ستبقى was glistening 13 بيقول while philip watch ولا watches ولا watched ولا was watching the tourists he noticed the thief يعني بينما عايز يقول بينما philip كان يشاهد السياح هو لاحظ السياح يبقى while يجي بعدها قلنا ايه verb plus اي او يجي بعدها post continuous بينما كان كان مستمر ايه في مراقبة او مشاهدة التوريست يبقى while philip was watching when the thief suddenly run away لما السيف اللص فجأة هرب okay philip decide ولا decided ولا was deciding ولا deciding to follow him لما اللص هرب فجأة philip ايه قرر انه يتبعه decided decided when he was younger عندما كان اصغر my grandfather يعني جدي rides ولا ride ولا used to riding ولا used to ride a motorbike يعني عندما كان صغيرا جدي كان بيعمل ايه كان متعود على ايه انه كان متعود انه يركب a motorbike يعني دراجة بخارية هنقول rides عادة في الماضي اه كم متعود عليها في الماضي ride used to riding ولا used to ride عادة في الماضي بيعمل هجدي الوقتي يبقى used to ride سؤال ري 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 i was in the habit of staying at home on friday but now i go out يعني انا كنت متعود i was in the habit يعني انا كان عندي عادة البقاء او المكث في البيت يوم الجمعة لكن دلوقتي الان i go out انا بخرج استخدم used كنت معتدا على ذلك في الماضي i used to used to تعبر عن عادة كنت متعود اعملها في الماضي دلوقتي مبقيتش عملها i used to stay at home يجي بعد الفربي في infinitive at home on friday ها كامل الجملة but now i go out number two بيقولي i haven't visited my village for a year يعني انا ما زرتش لم ازور قريتي اي لمدة عام فبيقولي استخدم ago ago هنا بقى خلي الجملة اي في past simple الجملة عندي هنا i haven't visited جملة عندي اي مضارع تام يعني لمدة سنة انا ما زرتش اي قريتي فعايزنا خليها ماضي بسيط هقول i didn't يعني هانفل الجملة بس بزمن الماضي البسيط i didn't visit هانفي استخدم didn't وبعدها i didn't visit my village ago دي استخدم هزيه ها بجيب المدة الزمنية وبعدها ago اقول a year ago يعني منزو عام a year ago number three بيقولي i was studying english at this time yesterday انا كنت بذكر انجليزي في ذلك الوقت امس استخدم what يعني عايزنا اقول اي ماذا كنت تفعل في ذلك الوقت امس هامل السؤال في زمن الباست continuous هقول what ادي قداد استفام فالمساعد was aware الفعل سيبقى you سيأخذ where what where you doing at this time a yesterday question mark for when the telephone rang i was doing my homework لما الوقت انا كنت بعمل واجب بتاعي استخدم a while while بيجي بعدها الجملة اللي هي past continuous فاقول استخدم at nine o'clock جملة عندي في past simple بيقول استخدم at nine o'clock داني وقت محدد في الماضي يعني نستخدم جملة في زمن past continuous عايز نقول ان في الوقت ده ساعة تسعة تمام ساعة تسعة انا كنت باكل كيك يبقى اقول i was eating cakes at nine o'clock six بيقول he no longer stays up late يعني لم يعود stay up معناها يصهر late لوقت متأخر فبيقول معنا كان هو كان بيصهر لوقت متأخر في الماضي دلوقتي بطل معاش بيعمل كده بطل للعادة دي فبيقول استخدم used to used to يتعبر عن عادة في الماضي كنت بعملها في الماضي وبقيتش عملها دلوقتي فهقول هاقول he used to stay up used to بعد الفربي lay up late يعني كان معتاد انه يصهر لوقت متأخر مجرد ما بقول used do خلاص انا فهمت انه ما عادش بيعمل كاد الوقت the thief escape down a dark street يعني بقولك اللص هرب في اسفل الشارع المظلم فبيقول استخدم made خدنا الاكسبريشن ده اللي هو اي كنا مقول make their escape يعني يهرب او يهربوا او يهربوا نفسهم يعني او يجعلوا هربهم يهربوا فهنا بيقول هي هنقول ايه او the thief يعني هي او the thief made his his escape made his escape يبقى escape the equal made his escape down a dark street during the match I broke my leg انا قصرت اي رجلي او during يجي بعدها نقول just as بينما يجي بعدها الجمل بعدها past continuous يعني عايز نقول بينما كنت ألعب انا قصرت رجلي يبقى just as just as I was playing the match okay I broke my leg just as I was playing the match I broke my leg 9 I revised my lessons on Fridays برجع لدروسي في ايام الجمع ولستخدم last Friday جملة هنا present simple عايزنا أحولها ل past simple يعني عايزنا أقول رجعت دروسي الجمعة الماضية هقول I revised my lessons last Friday fry day 10 بيقول on علي arrival يعني عند وصول on عند قدوم أو عند وصول علي we were eating نحن كنا بنأكل استخدم when فنقول عندما قدم أو وصل علي نحن كنا نأكل when علي arrived we were we were eating بس كده كده خلصنا الـ revision بتاعتنا أتمنى تكونوا استفدتوا منها خلصنا revision كاملة على unit 1 و 2 في النهاية لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرا بالقناة عندكم أي comment أو أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لي في comments أشوفكم على خير اشتركوا في القناة